وجه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة سامية إلى السيد رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة وتأتي هذه الرسالة الملكية تفعيلة للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022 وتجديد للعناية الكريمة التي مفتئة يوليها عزه الله للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام وبموازات مع تكليف جلالة الملك حفظه الله للسيد رئيس الحكومة من خلال هذه الرسالة فقد أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام بشكل جماعي ومشترك لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع كما دعا جلالته المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين وتقضي التعليمات الملكية السامية برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجرية الملك أمير المؤمنين والضامن لحقوق وحرية المواطنين في أجل أقصاه ستة أشهر وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن وعرضه على مصادقة البرلمان ترجمة نانسي قنقر